من لما وعينا على هديني وعينا على احترام الجيش اللبناني وتربينا على الوطنية من وراء الجيش اللبناني وحسينا بالأمان لما الجيش دافع عنا وبتمنى أسادي بما أنه وعدكم بالستوديو تتابعوا المشاهد اللي حنشوفها هلأ لو للجيش اللبناني ما كان في بلد على الإرهاب أكيد انتصر الجيش اللبناني على التطرف انتصر الجيش اللبناني على الحدود انتصر الجيش اللبناني والأكيد أنه هيدا المؤسسة المشرة في سرطة ولا ممكن تنكسر عنها بسهولة بس اليوم ما بقدر شوف عقيد عم يرفع أصبعه النصاني بوجه أهل بلده العقيد جانغانطوس خلال التظاهرات سمح لحاله يعمل أبشع حركة بييده قدام المتظاهرين والكاميرات العقيد جانغانطوس سمح لحاله يحمل فرد ولا عم تشوفوا الصورة والفيديو فرد ليخوف الناس واللي عم بيخوف الناس مش أزعر أو قليل الأدب أو ميليشياوي يلي عم يعمل كلها هو عقيد بالجيش اللبناني وأنا الليلة كلامي بدي يوجه له إيه لإله شخصيا حضرة العقيد تعرف ليش نحن لما نمرق على الحاجز منسميكم وطن منقلك مرحبا أو منقلك مساء الخير يا وطن لأنه أنتو بالنسبة لإلنا بمستوى الوطن والوطن هو أغلى شيء عنا أنا مرح أقلك الليلة أنت وين حطيته للوطن بأي مستوى لما عملت هيك أنا بدي أتوجه لك الليلة وأسألك بكرة لما ولادك يشوفوا بيهم عم يعمل يلي عملوا من قلة احترام وأخلاق شو رح يقولوا عنك بكرة بعد عشر سنين لما أصحاب ولادك وولاد ولادك والجيران يقولولون لولادك أنتو ولاد العائد اللي سحب فرد بوج المتظاهرين واللي طلع أصبع النصاني بوجهن شو رح يكون موقف ولادك لأنه إذا حضرتك اليوم ما تحسبت كون أكيد أنه المجتمع ما رح يرحمك لأنك شوهت صورة المؤسسة العسكرية اللي كلنا منحطها على راسنا وإسحية يوسف يلي هو عنصر بلواء الحرس الجمهوري ما كان أبدا أحسن منك الناس من أول يوم ثبت الزعمة والسياسيين وكل واحد منهم نعبر بطريقته بس مش مقبول أبدا عنصر بلواء الحرس الجمهوري يحمل يافطة بمظاهرة داعمة لرئيس الجمهورية ميشيل عون ويكتب عليها يلي ناطر جبران بسيل يسقط مثل يلي ناطر ستريدة تحبل عم بتعير الناس بعقمة بمظاهرة داعمة لرئيس الجمهورية ولا مرة العقم كان مسبة ولا مرة كان بمستوى الشتيمة إذا الناس اللي بالشارع قصم منا بعبر بالمسبات هيدا ما بيعطي الحق لأولاد الدولة اللي كلنا بالشوارع عم نطلبلهم بحقوق مثل حقوقنا يتصرفوا بهالشكل ومتل ما توجهت للعائد غنطوس بإلك يا أسحية في حال ما حسابتك مؤسستك المجتمع وأصحاب ولادك والجيران ما رح يتذكروك أو يذكروك إلا بعبارة وحدة هيدا العسكر اللي كتب يوما ما بمظاهرة داعمة لرئيس الجمهورية يلي ناطر جبران يسقط مثل يلي ناطر ستريدة تحبل هيدا وصم تعار بمسيرتك أنت والعقيد غنطوس وللقاضي بيتر جيرمانوس مفوض الحكومة بالمحكمة العسكرية لليوم سؤال الليلة شو عملت بس شفت هالمشهدين أو ما شفت هيدا المشاهد يلي هلأ عم نشوفها نحنا للعقيد غنطوس كمان هو وعم بيفوت الناس وراه وعم بيقلوا نفوتوا ويفوت أشخاص عم بيقولوا ثورة ثورة لحتى يمكن يفوتوا مع المجموعات يلي كانت عم تتظاهر بالوج بعز الثورة اشترى الوزير جبران بس